السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم لقاء جديد من ساعة صباح نتابع فيه دليل المستهلكي لفهم الإعلانات التجارية ونصائح عملية للتعامل الرشيد مع الدعاية قبل اتخاذ قرار الشراء للسلع والخدمات كثيرة هي الإعلانات التجارية التي تسعى لإقناعنا باقتناء سلعة أو شراء خدمة أحيانا يدغدغ الإعلان عواطفنا ويداعب أحلامنا وأحيانا يخاطب عقولنا ويلبي احتياجاتنا ومنها ما يخلق تلك الحاجة إن لم تكن موجودة بالأساس إذن كيف ننجو من الوقوع في فخ الإعلان وما أشكال الإغواء العاطف التي تستخدمها شركات الدعاية وكيف نتعرف على الإعلانات الوهمية وكيف يتقن المستهلك مهارة التعامل الرشيد مع الراغبين في التأثير على جيبه وقراره نتابع هاي أكيد نتابعي ونشوف الأشهرات نشوف كل شيء اللي عدفت الآن ما نشريش من كذبش عليك برشة حاجات ما نشريهم مش أول حاجة توا الشباب توا كلهم يتأثرو برشة بالأعلانات وأعلانات عندها دور كبير برشة اللي هي تنجم تغير لك فكرة تكتولي أنت عندك فكرة بالأعلانات تبدل فكرة هذيك وتنجم تتأثر بها أكيد الإستاغ هما لأثروا برشة على اللي جان ونصور تول التساور معناه والفيديوهات والسرتوب مع الممثلين والكورجية مثال هذيك هما لأثروا معناه على الفئة معينة من الشباب نتبع الأعلانات إنتي والأعلان إذا فما أعلان يجبدك مش تنجم تشري المنتوج فبحي تنجم تمشي إذا فما أعلان يسوق للمنتوج حاجة أخرى وإنتي والمنتوج المنتوج المحلي حالين ندعمه فيه أما إذا يبدأ منتوج به من الخارج وصومه مقبول علش لي والله الإعلان يمكن يعطي 60 إلى 80% من المنتوج معناه تشوف الإعلان في التلفزة يعطيك كما نقول حفزك بيش تشري حاجة ومش كما أنت في مخك حاجة كما تتفرش فيها في التلفزة الإعلان ديما يجبدك أكثر معناه أنت 80 ينجم حتى 100% الإعلان يبدل لك الفكرة متاعك والله إنش المواصفات الإعلان الناجح الفكرة تبدأ فكرة ناجح حتتمشي في إعلان ناجح أنا في مخك يبدأ الإعلان ناجح مثلا تصور البرودويت تصور المنتوج 100% ينجح في الإعلان مش كما نقول تحط حاجة تشبد لحاجة أخرى مثلا بكلمهم نجربهم أنا نشوفهم مثلا أعباد قبل جربوهم وقالوا لي يعني تابع الإعلان ذاك ميسي نرمال أنا بش نتابع الإعلان وكاها؟ مش برشا بيس كنا ديما نشوف الببليستي على قنوات على الفيسبوك على تويتر كل شيء لذلك لا أعلم أن نشاهد برشا التلفزة بانقبل أي شوية ما تولي نشيكوش الحاجة لأينا نحبها ولا نسمع لها لها فريمان بي هي ولا كها الحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور جميل البابلي أخصائي الإرشاد النفسي أهلا بك دكتور جميل معنا وصباح الخير صباح النور وصباح الخير أيضا على مشاهديننا الكرام في كافة أرجاء وطمان العربي الكبير أهلا بك دكتور جميل وأيضا تنضم إلي عبر الإنترنت من العاصمة الأردنية عمان استشارية العلاقات الاجتماعية الأستاذة نسرين خوري أهلا بك وصباح الخير أستاذة نسرين صباح النور سيدتي لك يلو كل أعزائنا المشاهدين صباح الخير والبداية من الستوديو ودكتور جميل سمعنا إلى التقرير وهناك عوامل معينة من وجهة نظر من شاركوا معنا هي ما تحفز لديهم فكرة الإقبال على الشراء هي ما تجذبهم بالأساس للإقبال على الشراء ما أبرز المداخل العاطفية التي يستخدمها مصمم الإعلانات التجارية للدخول إلى المستهلك هي حقيقة السؤال عن العاطفة يختصر مسافة كثيرة في الإجابة وبالتالي العاطفة هي أكثر جزء في أخذ قرارات الإنسان تسيطر في لحظة أخذ القرار وبالتالي من هنا يدخلوا مسويقي الإعلان وخبراءه في كيفية التأثير والعاطفة بنوعيها يمكن أن تكون في الإيجاب أو في السالب وبالتالي إذا استطاع مثلا أن يخلق البسمع على شفاه المشاهدين أو المستهلكين هو يكون شد انتباههم وبالتالي العاطفة هي من تقود قرارهم وليس المنطق الأصل أن يكون المنطق هو الذي بدفعنا لأخذ القرارات وبالتالي شراء ما يلزمنا حقيقة العوامل التي تؤثر على العاطفة بالتالي سواء كانت سلبية أو إيجابية كما ذكرت دكتور ما هي المداخل تحديدا إلى العاطفة حقيقة هناك كثير من المداخل إلى العاطفة لكن أهمها أن نلجأ إلى أسلوب ما يكون فيه طريقة مباشرة في الطلب والذلك نرى اللغة التي تستخدم فيها مثلا دغدغة فيها عرض فيها بالتالي الدماغ نتكلم عن الدماغ لأنه الآن أصبحت الأبحاث كثير بتتعامل مع الدماغ وهو أمام أجهزة الكمبيوتر وأصبحت الدراسات تشير إلى نتائج بالملايين لفاعليتها ومن هنا بتأتي أهمية نعرف كيف يعني آلية عمل الدماغ وبالتالي نعرف كيف نأخذ قراراتنا فتسعين بالمئة من البشر عندهم القرار ينطلق من مناطق عاطفية ومن هنا إذا أنا استطعت أني أجد مدخل وأيضا في بعض مثلا بعض المسوقين الذين قد يحتاج أن يتكلم مع الزبون فهو يعرف بالضبط الزبون بإيش مهتم هل مثلا هو مهتم بلون المنتج هل هو مهتم في الكوالتي أو نوعية المنتج أو هو مهتم في سعر المنتج وغالبا ما تكون السعر هي وبالتالي منهم بدخل بدخل على إقناع الشخص إذا السعر معناته أنا بحاول أني أنا أزله في السعر لكني بقدم له مثلا نوعية ضعيفة ومن هنا بتأتي أهمية أن الشخص يكون واعي بالضبط هو ماذا يحتاج أن يشتري حتى لا يقع فريسة وتحت بالتأكيد يعني القصد من حلقة اليوم هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوقوع كفرائس للإعلانات التجارية لكن أستاذ نسريين كيف تؤثر الدعاية التجارية على شيوع النمط الاستهلاكي وخاصة في مجتمعاتنا العربية طبعا سيدتي الدعاية لها كثير دور مهم ومؤثر في الوقت الحالي إنه بتأثر على مشاعر وعلى طريقة عمل الدماغ بالنسبة للمستهلك أو بالنسبة للفرد فكان سابقا دور الإعلام والإعلان مقتصر على العلوم على الفنون على الاقتصاد على السياسة ولكن صار فيه اتجاه حديث نحو التسويق سواء التسويق إعلاني أو تسويق رقمي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ولكن للأسف غالبية المنتجات التي تروّج أصبح يدرس علوم خاصة كيف يشتغل العقل لأن الإنسان عنده نعيم العقل عقل واعي وعقل لا واعي العقل الواعي للأسف بتحكم فينا بنسبة 10% ولكن العقل اللواعي بتحكم فينا بنسبة 90% وهذا العقل اللواعي بالمشاعر فكلما أنا بعطيكي منتج عن طريق الخيال مثلا أول إيجي بفرجيك الحزن اللي أنت محتاجة أو متغلبة بهذا المنتج بعدين بعطيك السعادة لهذا المنتج فأنت بالعقل اللواعي تبرمجتي على الخيال برمجتي على المشاعر فصورتي مباشرة تحتاجي هذا المنتج فعشان هيك في لعبة عم تلعب في كل الشركات المروجة إنه إيش هي أسليب الطاقة لما بدخل على محل معين كيف بيوزع المساحات كيف الألوان التي تكون موجودة بحطولك مثلا الأشياء الغالية أو الموضة بأول المحل عساس أنت دغري تروحي تشتري ففيها سياسات معينة بدرسوا نفسية الكونسيومر بيهيفيور نفسية المستهلك حتى في النهاية باللاواعي بتشتري الإطعاء وبتروحها على البيت بتقولي ليه أنا شريعتها وللأسف بعض الأشخاص بروحها سوء من باب عندهم تقلب مزاج عندهم اكتئاب فعن بحققوا السعادة الخارجية أكثر من السعادة الداخلية فعشان هيك دور وسائل الإعلام والإعلان والمرئي والمسموة والمقروق كلها عم تدرس بطرق خيالية ومشاعر بتخليك أنت مبرمجة يوميا إلا في النهاية تجربي هذا المنتج وأنت مصاحية يعني أشرت إلى نقطة همة جدا أستاذة نسرين أعود بها إلى ضيفي دكتور جميل وهي عندما أعود للبيت بعدما أشتري دكتور جميل أجد نفسي بكل تلقائية لماذا اشتريت بالأساس ربما لا أحتاج إلى هذا المنتج ولكني في النهاية اشتريت نعم حقيقة مثال رائع من الأستاذة سوسان نسرين آسف على أنه كيف نحن نأخذ قرارات عاطفية فغالبا نحن 90% يكون روموت كونترول في دماغنا تتحكم فيه منطقة في الدماغ يسمى الأميكديلا هاي وين موجودة في الدماغ قريبة من جذر الدماغ لما تكون قريبة من جذر الدماغ يعني الدم يعني الأكسجين يعني عشان تسوي وظيفة حيوية ليس وظيفة تفكيرية التفكير وين موجود في قشرة الدماغ ومن فوق وبالتالي أول ما تطلع قراراتنا تطلع بطريقة عاطفية نحتاج أنه نتعلم نأخذ نفس ما بين القرار وما بين أخذ يعني أنه نشتري شيء لعشان هيك لما الست ذكرت نسرين أنه لما تروح البيت هي عقلها الواعي يستور يبدأ يعالج الحدث اللي هي حطت نفسها فيه وكثير مرات يمكن الإنسان يطلع منه كلمات أيضا بطريقة غير مقصودة لكن لما يحط مثلا رأسه على المخد في آخر النهار يبدأ يفكر يحكي الله يخذيك يبليس قصص كثيرة تحدث للناس في اليوم أساسها قرارات عاطفية وليس منطقية هل نفهم من ذلك أن عندما تعود المرأة أو أي فرد إلى البيت بهذه الكومة من المشتريات ربما إذا سألها الشخص الآخر ما هذا لست أنا بل العقل لا واعي وهذا هو المخرج لكثرة المشتريات في غير محلها عموما ينضم إلينا الآن سيد محمد من المملكة العربية السعودية أهلا بك السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أتمنى أتمنى من وزارة الصحة أن تقوم بتفتيش على الملابس الداخلية لأن بعض مضروبة كيمويات وبعض الحديانات عزك رحمة عزك رحمة عزك بارك مضروبة حديد تضرب كاربة الحصاب في الجسم وين وزارة الصحة وين الملدين وين المسؤولين وين المتهم وين عمرتهم الآن الملابس الداخلية وبعض الحفاية وبعض الحجات كيمويات لا يفتشونها ولا حلولون ولا مكتبارات الآن جبتنا لجحبات جبتنا أمراض جبتنا كونه شكرا جزيلا شكرا جزيلا ربما يشير سيد محمد إلى الغش التجاري ودور المؤسسات أو مؤسسات الدولة بشكلها المختلف على التفتيش والرقابة في هذه الناحية طيب من كتاب إغواء العقل الباطن والذي هو محور حديثنا اليوم سايكلجية التأثير العاطفي في الدعاية والإعلان استخدم المؤلف كلمة تحديدا وهي كلمة إغواء نعم كيف تداعب الإعلانات رغبات كل مننا أو المستهلكين وتدغضغ المشاعر كما أشرت أنت مسبقا دكتور جميل نعم حقيقة العقل اللواعي لا يستجيب للأمر المباشر فإذا مثلا تصوري لو أن الإعلانات تأتي كلها تبدأ بفعل أمر اشتري كذا لا تبتعد لا تشتري السرعة الفنانية هذا الأسلوب المباشر الدماغ اللواعي برفضه ينفر نعم وبالتالي حتى يستجيب العقل اللواعي عليك أن تلجأ إلى طريقة أخرى وهي أن تقدم له العرض يعني أفر يعني أنك تعرض عليه شو رايك ماذا لو هيك بالطريقة هاي بتقبل الدماغ الأفكار وبالتالي هو بسمح لأن الفكرة تدخل في عقل الواعي الآن ردة الفعل قد لا تكون آنية بمعنى آخر يعني أنا قد أشاهد الإعلان وأيضا إيش استقبله في عقل الباطن ولكن الآن قد لا أخرج الآن وأشتري السلعة ولكني سمحت لهذه الفكرة أن تتخمر في دماغي وبالتالي هي تتشعب وتصبح تصل إلى مناطق متوزعة في الدماغ هذا الأمر بركزها في الذاكرة وبالتالي عندما أقف أنا أمام شلف التسوق لا شعوريا يذهب نعم لأن هذا العمل تم تخزينه في دماغي إذا الأمور تظلها فقط عند التسوق فهذا شيء رائع لكن يمكن أمس أطل علينا خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف أنه مالك شركة تأثير على قرارات نعم وأيضا كيف استخدم حيل هو وصل لنتائجها من خلال الداتا والمعلومات التي تراكمت أمامه في إقناع لجنة المحاكمة هنا تصير والآن الأكبر جدل يدور في أروقة البرلمانات كيف تحمي البشر من هذه القرصنة طيب الدكتور تحدثنا عن إغواء العقل الباطن هو حقيقة كتاب شهير من تأليف المحاضر في مجال التسويق روبرت هيرت يتناول فيه سايكولوجية التأثير العاطفي في الدعاية والإعلان قناة أخضر على موقع يوتيوب قدمت شرحا مبسطا للكتاب في المقطع التالي نتابع معا تعرف أن المنشار ده أحسن منشار ممكن تشتري موجود في السوق أولا هو قوي جدا ده مصنوع من مادة التيتانيوم غير الباقيين اللي مصنوعين من الحديد العادي ثانيا هو وزنه خفيف ده كله على بعضه 100 جرام أخف من غيره بحوالي 5 مرات ده غير كمان إن سعره 10 جنيه وده سعر حلو جدا نصف سعر للمنافسين تقريبا أنا هنا في المثال ده وعشان أقناعك عملت إيه أنك توازن وتقيم بالنقط القوة والضعف عندي وعند غيري وتختار ليه الناس بتبقى عايزة تقنع الناس ليه حد ممكن يبقى مهتم ويقنعك مثلا عشان عايزك تاخد قرار وتتصرف بطريقة معينة وليه عايزك تعمل كده عشان تصرفك ده هيفيد مصلحته بصورة معينة مباشرة بقى أو غير مباشرة لو أنا سياسي فإقناعك ده معناه انتخابك لي أو محاربتك في صفي في سبيل قضية معينة لو أنا إعلامي فإقناعك ده معناه إنك هتصق فيه وإن أنا هقدر أوجيهك في اتجاه بيرض المصلحتي لو أنا شركة تجارية فإقناعك معناه إنك اشتريت المنتج بتاعي بس طريقة الإقناع العادية اللي فاتي تديل لموجه للعقل الواعي لها عبين أو بتواجه مشكلتين أو المشكلة إن أنا ممكن ما تكونش أصلا الحقيقة في صفي يعني مثلا لو أنا ببيح حاجة فأنا مش هقدر أكلمك بالحقيقة التامة ألا لو هي في الجانب بتاعي غير كده أنت هتعمل عقلك وتروح للمنتج الأحسن اللي هو مش أنا يعني والمشكلة التانية إن أنت أصلا مش هتسمعني لو فرضا فرضا يعني لو كلمتك بالمنطق فأنت على الأغلب هتتجهلني تماما ولا كأني بكلمك أنت خلاص من كل الإعلانات اللي بتتعرض لها ما عدتش بتركز ولا بتنتبه لأي إعلان بقى فترة الإعلانات دي بالنسبة لك فترة راحة أنت أصلا مش منتبه ولا مركز فيها نهائي عشان كده الطريقة دي ما عدتش مناسبة للإقناع ولو أنا استخدمتها مش هعرف أأثر بيها عليك كده يبقى ما فيش قدامنا غير طريقة تانية هي قابل دقيقة شوية بس نكحة جدا أيما على أني بدل ما خاطب وعيك هخاطب لا وعيك وإزاي ده بقى يحصل خلونا نشوفتك وإنها وإحنا نعرف هي بتتكون من جزئين لو إحنا زمان مثلا وإنا في مصر وإنت في المغرب وإنا عايزة أوصلك معلومة معينة عشان أعمل كده أحتاج حاجتين رسول ورسالة عشان أخاطب عقلك البطن محتاج نفس الاتنين دول برضو رسول ورسالة إحنا محتاجين شخص ينقلنا الرسالة بس الشخص ده ما يكونش أي حد لازم ليه شروط معينة زي مثلا أن يكون حد ناجح مشهور الناس بتصق فيه أو حد شكله حلو ممكن يتحب بنت شكلها جميل مثلا أو ممكن كمان يكون حد هنقامل له بسهولة طفل صغير بريء العائل الصغير ده أنا مش حس أنه ممكن يخدعني ولا عنده مصالح مستخبية عايز يستغلينه عشان حق أهاله مثلا هبقى مديله الأمان أكتر لو إحنا وإحنا بنختار اللي بنقل الرسالة بتاعتنا ورعينا الثلاث نقط دول كده أنا زود فرصة إن الناس تقبل تستلم الرسالة من الرسول لسه بقى المرحلة التانية إن الناس تقرر الرسالة وتقتنع بيها نفسها الرسالة نفسها لها شرطين أولا تكون عاطفية ليه عاطفية؟ لأن دي حاجة الناس مش بتعرف تتحكم فيها محدش بيعرف يتحكم في رد فعله العاطفي ده رد فعل بيولوجي ما لناش تحكم فيه إحنا كل اللي نعرف نتحكم فيه بخصوص الموضوع ده هو مادة استجابتنا للمؤثر يعني إيه؟ يعني لو أنا عرضتك لمؤثر حزين صورة مأساة مثلا هتحس بالحزن دي حاجة مش هتعرف تتحكم فيها اللي تعرف تتحكم فيه بقى هو هل أنت هتظهر الحزن ده ولا لا ولو هتظهره هتظهره إزاي؟ تعبيرات وشك وجسمك وهكذا بس أنت كده كده تأثرت بالمؤثر وده بره أنت تحكمك العاطفة نقطة ضعف قوية جدا لنا لما الناس بيكونوا عاطفيين بيبقى سهل التحكم فيه ومتوجه قراراته طيب يعني هذه مقتطفات من هذا الكتاب بهذا الشرح المبسط بالتأكيد هناك أسئلة نستطيع الوقوف عندها مع دكتور جميل ولكن قبل ذلك ننوه لكم مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحيلي هذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وكذلك عبر فيسبوك لايف دكتور جميل يعني في آخر المقطع الذي عرضناه أشار إلى نقطة همة جدا رد الفعل العاطفي لا نستطيع التحكم فيه أما الاستجابة هي ما نستطيع التحكم فيه نرجو الشرح بشيء من التبسيط نعم هو الكلام صحيح لأنه زي ما حكينا في بداية الحلقة أنه إذا كان القرار عاطفي أو معظم قراراتنا هي تخرج من مكان عاطفي في الدماغ وليس من المنطق العاطفة غالبا ما تكون ردة فعل سريعة غالبا ما تكون أيضا مبنية على تفكير سطحي وبالتالي الإنسان هو لا يرجع لذاكرته في أنه يأخذ معلومات منها أيضا يأخذ خرارات يعني بمعنى السعادة أو الحزن تظهر بشكل تلقائي نعم هذا هو رد الفعل العاطفي طيب إذا كانت الاستجابة هي ما نستطيع التحكم فيه فكيف يقع المستهلك فريسة سهلة في يد من يعلنون إذا كانت الاستجابة يستطيع أن يتحكم فيه الاستجابة هي تعني الاختيار تعني القرار وبالتالي هنا إذا أخرنا ما بين المثير والاستجابة نستطيع أن نصل إلى قرارات سليمة وبالتالي قد نشاهد في بعض الإعلانات أحكي لك أنه إذا اتصلت معانا خلال الـ 15 دقيقة القادمة أنت ممكن تحصل على خصم مثلا مقداره 50% هو يريد منك أن تأتي بردة فعل واستجابة سريعة غير محسوبة حتى تقع فريسة لهذه الإعلانات مرة أخرى أنا أتكلم على موضوع أن الإنسان يعرف داخليا من الذي يقود قراراته هل هي عاطفته أم هو هو تفكيره المنطقي بين العاطفة وبين التفكير المنطقي هناك الذاكرة علينا أن نرجع لها وبالتالي الذاكرة ماذا تعني؟ تعني الخبرات تعني تراكم كم هائل من المعلومات إذا أنا بقفز عنه وما أستخدمه لا شك أن العاطفة هي اللي بتكون ماسكر ريموت كنترول في كثير من قراراته أيضا هذا سلوك إنساني لا ينطبق فقط على التصوق هناك أيضا ممارسات حياتية نحن نعيشها بكون القرارات العاطفية سبب في أنها حتى مرات تدمر حياة زوجية تدمر علاقات كثيرة طيب أستاذة نسرين هل يرتبط هو التسوق بطبقة اجتماعية معينة سواء كانت فقيرة أو غنية أم بماذا يرتبط تحديده؟ سيدتي سؤالك حلو بس خليني أجاوب على سؤال إنه كيف إحنا بنقدر نتحكم بالعقل اللواعي سألتي ضيفك الكريم كل ما رفعنا العقل الواعي وسألنا حالنا ليش بدي أشتري هذا المنتج بكون عم برفع نسبة الواعي نسبة عشر بالمية وبقلن نسبة اللواعي نسبة تسعين بالمية فإحنا لما نتصوق لازم دائما نسأل أنفسنا أسئلة لي بدأ أشتري إمتى بدأ أستخدمه هذا المنتج الجودته عالية هل أنا بستفيد منه؟ هل سعره مناسب للمنتج؟ فعادة إحنا بنشتري لسبب السعر بغرورنا بالسعر بالمقابل للقيمة أو الجودة أو الكمية بشتري كمية بسعر رخيص ولكن هذه الكمية أنا ما بستخدمها فلازم نستخدم سؤال لنرفع العقل الواعي بالنسبة للهواس التسوق أو أديك في الواحد ممكن يشتري كثير في الطبقة الاجتماعية أنا دائما عندي قاعدة شخص معاه 500 دولار وشخص معاه 1000 دولار أنا بقدر أتحكم بمشترياتي فممكن المعاه 500 دولار يمكن يبدي مشترياته عن شغلات الأولوية في حياته وممكن المعاه 1000 دولار يبدي بمبلغ أكبر مشترياته فهي مش قاعدة لطبقة معينة فالكل ممكن المعاه 500 دولار يكون عنده عادة الاقتراد أنه يقترد ولكن الفرق بالهواس بالمبلغ اللي بشتريه ممكن أنا يكون راتبي 500 دولار بس بشتري شغلة وما بحتاجها فبصير عندي هوس أنه أشتري بس مبالغ قليلة وممكن يكون راتبي عالي وبشتري أكتر لأنه القيمة المادية عندي أكتر فبس بالغالب اللي الطبقة الاجتماعية أكتر بشتروا بمبالغ أعلى وبكميات أكتر فلازم يكون عندنا سياسة مش إنه هوس التسوق يكون عندنا سياسة الإدخار لازم نعمل إحنا سيستم أنفلوبس أو ظرف أحط فيه إيش هي مصريف الأولوية اليومية أو الشهرية الروتينية مثل المواصلات مثل فواتير الماء الكهرباء التليفون الأكل لازم يكون عندي أنفلوب أو ظرف للإدخار ولازم يكون عندي ظرف معين للتسوق في مبلغ معين إليه علاقة بأداء كمية الراتب اللي باخده فكل ما أنا بصنف حالي مشترياتي الضرورية لتكون أسبوعية ومشترياتي الغير ضرورية ولكنها مهمة لتكون شهرية هون أنا بقلل الهوص للتسوق بالنسبة لإلي لأنه بكون واعية كيف بوزع دخلي الشهرية نعم طيب أستاذة نسرين أشرتي الآن إلى يعني ربما طريقة معينة لعملية الشراء الناجح الشراء الفعال أو التسوق الفعال هل هناك دليل معين من الممكن أن يستدل به المستهلك كي لا يخرج عن الإطار الصحيح الذي يصب في النهاية إلى مصلحته طبعا سيدتي أول إشيء أهم إشيء لازم أنا كل بداية كل شهر أكتب إيش هي القائمة الأساسية بمشترياتي ثاني إيشي لازم أحدد إيش هو الضروري من الغير ضروري ثالثا لازم قبل ما أروح للتسوق أكون عارفة بهذه اللحظة أنا رايحة للمكان الفلاني وإيش بدي أشتري الرابعا أخذ مبلغ معين ما في داعي أخو حط مبلغ كبير بجيبتي وراح أشتري كمية قليلة لأنه رح يصير عندي إغراء بعدين الكريدت كاردز البطاقات لإئتمان أنا ما بنصح لأنه بيعمل عروض مبنية على القروض بتصد آخر الشهر من خلال دخل كورات باك أنا ضد فكرة أنه دائما نتسوق من خلال الكريدت كارد أنا واحدة من الناس ما بيستخدمها بيستخدم الكاش أكتر هيك بقدر أتحكم قديش أنا عم بتسوق أتطلع على لعبة العروض هذه كذبة أنا محترامي للعروض اللي بتنعمل أحيانا هي بتكون لعبة نفسية بتحك علي أن أشتري هدول القطاع عشرة بالسعر الفلاني ممكن تكون صلاحيتهم محددة ممكن الكمية كبيرة ما بدي إياها وممكن يكون العرض أو الأوفر مش محرز بقبرة عن مبلغ بسيط خلاني أشتري كمية أكبر لو شريت قطعتين بدون عرض ما بدفع هذا المبلغ عادت الاقتراض هي كمان بالنسبة لأنها كتير مهمة ما أروح على مولات في نقطة بقولها لكل أعزائنا المشاهدين للأسف صار المول بالنسبة لأنها مكان تنزق أنت كنما تدخلي على المول حتى تلعب أولادك أو تقليلك رؤبة تتغدي أو تتعشي للأسف عم تمرئ في المحلات فعم تقري على الأوفرات وعالتنزيلات واشتري واحدة والتانية مجانا أو خصم 50% فهذا إغراء بقول أنه ما تروحوا للتنزه في المولات فيك أنك تروح على مطعم في مكان تاني ألعاب لولاد في مكان مخصص الألعاب لأن المولات بتساعدك أنت دخلتي ما بدك تشتري بتصير تشتري بعدين الأسف قلت قبل شوي أنه نحن نحاول حتى نخفف من ساعدتنا نزيد ساعدتنا ونخفف من اكتئابنا عم نشتري لأنه نبحث على الساعدة الخارجية حتى تلاقي ساعدتك الداخلية مش ضرورة تكون بالشراء ممكن تكون رضا نفسك رضا الله ساعدت الآخرين تكون مشتركة تروح رحلات مش بس أنا بشبع ساعدت الخارجية بالتسوق فوزع المبلغ اللي عندكم المدخر ليس فقط للتسوق والمشتريات ممكن تروحوا رحلات في سيدة طرق كثيرة بتساعدنا أنه نحن ما نروح على مول هدف بس أطلع بروح على جناح أنا ما بدي أشتري خاصة أن المرأة للأسف المرأة كثير بغريها إشي اللون يعني أنا ممكن ما بدي أشتري بس جذبني اللون فبشتريه فهي اللعبة النفسية أنا قلت اللون الألوان الأرقام بلعبوا لعبة بحفظوكي رقم معين من خلال إيقاع المساحات لأن المرأة لما بتشتري بتشتري لأنها بتعجب بالإطعة ولكن الرجل لما بيشتري لأنه هو محتاج للإطعة فلاحظي أنه كل الطرق اللي هي بتلعب على المشاعر تستهدف المرأة بنسبة نقدر نقول 80% أكثر من الرجل لذلك أقول لعزيزة المرأة انتبهي هاي اللعبة فما تحاولي أنك أنت باللاواعي تشتري المشتريات هاي كلها وانتي ما تحتاجيها طيب يعني أشارت أستاذة نسرين إلى نقطة همة جدا وهي أن اللعب يكون بالأساس 80% من وجهة نظرها على المرأة وعلى نفسية المرأة من ناحية الشراء هل هناك من النحية النفسية النفسية الطبية من جهتكم من ناحية التحليل النفسي فارق بين نمط تسوق الرجل وتسوق المرأة؟ هو حقيقة نمط التسوق هو يعكس آلية عمل الدماغ في كل الجنسين فالمرأة التسوق بالنسبة لها هو عبارة مرات يمكن يكون كيف بدها تقارن نفسها بزميلاتها أو صديقاتها إذا كانت تسوق بقطع فهي تريد أن تذهب حتى تظهر مثلا نفسها أمامهم أنها عندها مثلا ستايل معين بدها تثبت نفسها من خلاله الرجل لا هو سيما تفضلت الأخت نسرين هو يتسوق لحاجة يريد مثلا بده مثلا معجون إحلاقة أو شيء فهو شيء يحتاجه حقيقة يذهب لشراءه وبالتالي السلوك بين الجنسين دكتور هذا بشكل علمي موثق يعني لا تجني هنا على النساء مثلا الرجال لهم طبيعة مختلفة هو التعميم التعميم ليس يعني لا يمثل العلم بصلة وبالتالي التعميم سمت الإنسان الجاهل إنما نحن نقول أنه في دراسات تشير أنه تقريبا 75-80% تشير إلى أن النساء هن الأكثر تسوقا والجذاب اللي نعم الآن مش إحنا حكينا أنه في عنا مثير واستجابة الآن الفترة ما بين المثير والاستجابة عند النساء أقصر نعم وهذا ما يعطي الرجل مساحة أكثر حتى يتعقل حتى يفكر في كيفية أخذ القرار بدي أعلق على نقطة أشارت إلها الأستاذة نسرين كيف أنه الآن إحنا منذهب في تسوقنا باتجاه التسوق السريع يعني نستطيع أن نتسوق عن طريق النت فإحنا مخزنين رقم البطاقات كلها وين في الهاتف الآن وأيضا عن طريق الكريدت الآن وما بنحط فلوس في جيبنا هذا ماذا يعني هذا يعني أن القرار ما بين المثير والاستجابة سريع جدا ضغطة زر ضغطة زر نعم وبالتالي نستطيع كيف يعني إحنا بدنا نفصل ما بين المثير والاستجابة بأنفاسنا مهم كثير الشخص أنه يأخذ نفس إذا أخذ نفس معناها أيش معناها نقل من العاطفة للمنطق أو التفكير العقلاني وهنا بيستطيع أحكي أنا محتاجها حقيقة أو مش محتاجها وبالتالي بيشير يسأل أسئلة لما يسأل أسئلة بانتقل من اللاوعي إلى الوعي وبالتالي هنا بيحط نفسه بيطلع نفسه من خلينا نحكي من الشبكة ويستطيع أن يتحكم إذن في فكرة الاستجابة نعم كانت سريع أو مرت على فلتر للتفكير نعم نستكمل الحديث في هذا الموضوع ولكن فصل قصير مشاهدينا ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف أيضا على تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم الجديد والحديث متواصل عن كيفية التعامل الرشيد مع الدعاية والإعلانات ونتابع مقطع آخر من قناة أخضر على يوتيوب لشرحي كتاب إغواء العقل الباطن عن سيكولوجية التأثير العاطفي في الدعاية والإعلان متابعين في إعلان مثلا شركة اتصال انت أكيد شفته أو شفت إعلان بيبقى عبارة عن مجموعة من المشاهير كده ناس فرحانة وبترقص في جوه عائلي وموسيقى جميلة في الخلفية وأضواء مبهرة هنا هم بيعملوا إيه بيعملوا عملية ربط عاطفي بين العلامة التجارية بتاعتهم وبين شعور السعادة اللي في الإعلان ودرفت على مستوى اللواعي احنا مش بناخد بالنا منه عقلينا فيه نظام بدائي اسمه النظام الحوفي ده على طول شغال ومنتبه بيلقط الإشارات من حواليك بغض النظر بقى أنت مركز منتبه ولا لا هو بيقبل المؤثرات من حوالينا بيديها معنى وبيخزنها بس هو علشان بدائي بيخزنها بطريقة بدائية عنده جدول زي الجدول ده كده فيه خنتين اتنين بس حلو ووحش إيجابي وسلبي في الخانة بتاعت الإيجابي لما تيجي انت بقى تشتري هنا نظام الجدول برضو بيشتغل بس بالعكس انت دخلت السوبر ماركت مثلا بتبقى عايز تاخد القرارات بسرعة مش بتاعي تقارن وتحلل وانت واقف لا في اللحظة بتختار هتاخد المنتج واحد ولا اتنين اختيارك بيكون على اساس ايه على اساس انهي منتج فيهم متخزن عندك اكتر في الجانب ده الاولاني الاولاني اكتر وانت شفت له اعلانات كتير انت عارف ومتخزن لي ايجابي عندك بس مش كتير زي الاولاني انت هنا قررت وانت مش واعي وعلى الاغلب مش بتكون معترف ان قرارك ده تم التأثير عليه هتفسروا بقى وتبرر بطرق منطقية تانية زي مثلا انك اخترت المنتج ده علشان الشركة اللي بتعمله بتعمل احسن منتجات مش انت مثلا لا سمح الله تم اغوائك عشان تشتريه ولا حاجة تاني مكاوم المكونات الرسالة انها تكون عامة مش مهم اللي جوه ايه المهم شكلها من برا مثلا المنتج ده لو قلتلك ان فيه 10% دهون دي رسالة شكلها من برا مش حالو لكن لو قلتلك مثلا نفس الرسالة بس بالعكس يعني قلتلك ان هو فيه 90% لحمة نفس الرسالة بس لفناها المرة التانية في لفة هدايا شكلها حالو مثلا شركة دواء بتقول اشتري الدواء بتاعي ده علشان مفيش دواء اسرع منه في السوق وده فعلا صح بس هو كمان مفيش منتج ابطأ منه لانه كلهم زي بعض شفت الفرق بين الواقع وبين الطريقة اللي بتقال بيها الكلام مش مهم الكلام ايه المهم بيتقال ازاي لو حاجة عادية جدا بس اتقالت بطريقة زكية هتقدي النتيجة نجحة جدا كمان لما تيجي تكلم الناس على الاغلب مش بيبقوا كلهم زي بعض مش متجنسين بنسبة 100% فالاحسن ما تدخلش في التفاصيل عشان ممكن تخسر انا مثلا سياسي وعايز الناس تنتخبني او اجمع اصوات حواليا لو اتكلمت وقلت كلام بيرجح كفة معينة هاخسر بقية الفرق التانية عشان كده علي وعا الكلام العام كلام مثلا زي التنمية المستدامة السلام الدايم اي كلام عام وخلاص هو شكله حلو بس معناي معنات تطبيق يعني ولا حاجة كل فريق وايدولوجيا مختلفة ممكن تفسروا كأني بشجحها ويدوني اصواته اسرار كثيرة يكشفها هذا المقطع وانوفصلها مع دكتور جميل يعني العودة الى الكتاب وشرح لبعض ما جاء الان في هذا المقطع يتحدث عن فن اختطاف عقل الانسان لفترة كافية لاستنزاف المال وهذا ما جاء نصا في الكتاب كيف يتأكد المستهلك ان هذا الاختطاف انجاز التعبير ان نقول عليه اختطاف يصب في المصلحة الخاصة به ولا يبتزه يعني استخدام هذه المصطلحات وتغليف المصطلحات بغلاف للهدايا كما ذكر المقطع نعم كيف يؤثر ونتأكد انه لا يستنزفنا حقيقة يعني احنا لازم نكون ايضا منطقيا في انه ليست جميع الاعلانات هي عبارة عن دعاية وهمية يعني تحاول ان تخدع او وهمية لا في منتجات حقيقية ومتقنة الصنع وبالتالي يمكن صاحبها حقيقة هو حابب يوصل رسالة للمستهلك لكن احنا نحتاج ايضا ننتبه لبعض الكلمات او في بعض التغييرات البسيطة اللي بتم تمريرها عن طريق العاطفة مثلا من بعض الاعلانات انه يتم كسر الرقم الصحيح يعني مثلا اذا كان المنتج مثلا ثمن ومئة ريال فاذا حطلك تسعة وتسعين معناها وتسعة من عشرة هو حقيقة كلمة مية ثقيلة على الدماغ وبالتالي بتخلي الدماغ يصنف يا أبيض يا أسود يا هذا الشيء في صالحي او في غير صالحي يا انا بحبه يا انا ما بحبه هذا التصنيف وهذه السرعة في التصنيف هي تتحكم بشكل كبير في أخذ القرارات الآن إذا كان تصنيفي اتقبل معناته أنا صمحت لهذا هذا المنتج أنه أتفاعل معاه وأفكر فيه وبالتالي أخذ جانب من تفكيري وبالتالي أستطيع أني أحطه ضمن قراراتي في المستقبل ومن هنا بتأتي أهمية الشخص أنه زي ما حكينا أنه يرتقي في تفكيره من اللاوعي إلى الوعي دائما يسأل أسئلة واعية ومنحكي دائما تسوق واعي زي ما بنحكي أيضا عن أكل واعي أيضا الوعي أصبح مهم جدا ومهارة أيضا يتدرب عليها كثير من الناس نعم تجدي مثلا في ظاهرة اسمها أنه بتلاقي مثلا شخص يذهب إلى العمل ويكون حاطط نفسه على الأوتوبايلوت على وضعية الطيار الآلي هو حقيقة نظام اللاوعي هو الذي يقوده حتى في كثير من تصرفاته لذلك تجدي مثلا من القصص المشهورة حاليا بين الناس يحكي لك مثلا السيارة بتروح لحالها على البيت وحقيقة الأمر أنه نظام اللاوعي هو الذي أصبح يقود السيارة في الذهاب وفي العودة من العمل وفي تفاصيل كثيرة من حياتنا لذلك مهم كثير إذا كان الشخص حقيقة هو يشعر أنه هناك قرارات كثيرة في اليوم بأخذها بشكل لاواعي عليه أن يبدأ يبحث عن حلول يمكن يروح على كوتشينج على تدريب نعم بالتأكيد هذه الحلول هي محط اهتمام لنا في لقاء اليوم الحلول العملية حتى لا نجعل العقل اللاواعي هو من يتحكم فينا بشكل عملي بالتأكيد دكتور ولكن بالعودة لك أستاذ نسرين وقبل أن أعود أستاذ نسرين أحب أن أنوه إلى أننا في هذا اللقاء تحديدا لا نرمي إلى الهجوم لمجرد الهجوم فقط على الإعلانات التجارية بالعكس تماما ولكن الهدف من هذه الحلقة هو رفع الوعي رفع وعي المستهلك وهو المستفيدة الأول أو الخاسر في حالة إذا ما كان هناك تسوق بشكل يضر بمصلحته طيب أستاذ نسرين تحدثت منذ قليل على فكرة الأمور التي من الواجب أن يتسم بها من يذهب إلى السوق مثلا هناك أمور معينة ذكرتها بشكل عملي هذا إذا ذهب إلى السوق بنفسه لكن ماذا عن التسوق الإلكتروني الذي أصبح منتشرا الآن بشكل كبير جدا ما هي أهم الضوابط للتسوق الإلكتروني من وجهة نظرك سيدتي سؤالك كثير حلو هو التسوق الإلكتروني والتسوق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل الواتس أب هلأ فيه واتس أب بيزنس مثل الفيسبوك الإنستجرام تويتر سناب شات وغيرها أنا محا مو ضدها بس ما بدنا نكون إحنا معلقين بكل إشي منتج بينزل وإحنا نروح نجربه أو نقارن الآخرين الضوابط بالنسبة لي أول إشي لازم تكون هذه المنتجات تحت مراقبة يعني مثل الأدوية لازم يكون فيها ترخيص معين أو تكون معتمدة لأننا للأسف عم نشوف خاصة للسيدات أو للرجال أدوية للرجيم مثلا أو أدوية الجمال ومنتجات المكياج ممكن تكون غير صحية لازم تكون تاخد ترخيص وتكون إنت وافق بدك تشتري هذا المنتج من خلال الشراء الإلكتروني أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أول إشي تكون وافق من الشركة التي تقدم لك تكون معتمدة لأن للأسف صار الكل يصوق الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي ليس مراقبة كثير ثاني إشي لازم أنت تنتبه أن الشخص الذي يريد يعمل التصويق يكون ما يكون بأوقات مزعجة بأوقات بالليل أو بالصبح باكر أو تكرار الرسائل وممكن تكون تزعج بأوقات الويك اند الإجازات هي بالنسبة أنها كثير سيئة لازم يكون تخط ترخيص نحن لدينا في الأردن هيئة الإعلام المرئي والمسموة لازم قبل أي إعلان لازم يكون كلمة إعلان آد هاي كمان بتصنف نوع الرسالة التي بتبعد وبكون لها سعر خاص فأنا بطلب من الهيئات الإعلامية والإعلانية والحكومة أن ترفع أسعار الإعلانات على اساس ما تكون كثير رخيصة يكون سعرها غالي عشان أنه ما تنتشر كثير الفئة العمرية للأسف عم نلاحظ أنه كثير عم بمبعثوا رسائل ماس كثيرة ولفئة عمرية صغيرة نقول مثلا مثل الدخان عم توصل رسائل للمراهقين عن الدخان لازم يحددوا يكون في دراسات لما أنا بدي أعلن من خلال الواتس أب أو المسيج من خلال الموبايل وهذه كما أشرت تحجب بعض المواقع عن أعمار معينة على الهيئات العقبية في الدول المختلفة دور كما على الفرد دور أيضا إذن برأيك لماذا يسقط بعض الناس ضحايا لفخ الدعاية والإعلان وما تأثير الإعلان على قرار الشراء للسلعة التي رأيتها نتابع جانب من تعليقات متابعين على صفحتين الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر وانستجرام قبل أن نعود لاستكمال النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كانت هذه مجموعة من التعليقات والمشاركات التي وردتنا من متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي دكتور جميل أشرت منذ قليل إلى أن العمل من جهة هذه الشركات التسويقية على العقل اللواعي وأشرت أيضا إلى أن هناك حلول تضمن لنا عدم الأخذ بتعليمات العقل اللواعي نعم ما هي هذه الحلول؟ حقيقة هناك حلول منوعة كثيرة لكن أستطيع أن أبدأ بأن المعرفة هي أهم هذه الحلول وبالتالي مثلا مشاهدة حلقة زي هذه بالنسبة للمشاهدين هي يمكن تثير انتباهه وتثير اهتمامه وبالتالي تدفعه إلى أخذ قرارات واعية في كثير من المرات مهم كثير الشخص يسأل نفسه سواء قبل شراء القطعة أو حتى بعد شراء القطعة هل أنا حقيقة محتاجها أو غير محتاجها؟ وبالتالي هذه الأسئلة سواء أسئلة منطقية أو غير منطقية لكن عليه أن يحاكم أي تصرف يقوم به مهم كثير هذه الأسئلة تنقل من اللاوعي إلى الوعي أشارت أيضا الأخت نسرين إلى أهمية وضع قائمة قائمة بالمشتريات مهم كثير أيضا الشخص أنه ينقل موقع السيطرة من الخارج إلى الداخل فأنا حقيقة إذا كنت أنا بتصوق حتى أرضي نفسي وبالتالي أشبع رغباتي فهذا أمر بيكون داخلي إنما إذا جاني إعلان فهذا إعلان خارجي هو يثير انتباهه ويدفعني إلى التحكم وإلى التصرف وبالتالي لا أستطيع أن أترك للمثيرات الخارجية هي أن تتحكم مثلا بمشترياتي أو بمصيري نعم طيب تعليقات متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر فيسبوك لايف متوالية لدينا تقول هادية أنا لا يؤثر في الإعلان لأشتري منتج ما إلا إذا أنا احتجت إلى هذا فعلا لهذا المنتج ويكون سعره مناسب لميزانيتي طيب يعني أستاذ نسرين ربما مشاركة هادية معنا يراها البعض نادرة ويراها البعض يعني بالعكس كل مننا ربما أقول أنا نفس الكلام عن نفسي هل هذا النمط من الشخصيات منتشر فعلا وخاصة بين النساء طبعا سيدتي منتشر جدا لأنه إحنا بطلنا نتطلع أنه إيش عندي ميزانية بقاعد ما أد أنا بدي أقارن نفسي بالآخرين وبيدي أغار من الآخرين وبيدي أقلد الآخرين للأسف المقارنة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي فلانا شرت إيش وأنا ما شريته فصرنا ما نتطلع على الميزانية صرنا نشتري بدون ما يكون إنا حاجة وممكن نشتري أكثر من طاقتنا فصر عندنا عادة الاقتراض نقترض حتى نشتري هاي الشغلة طبعا سيدتي وبالنسبة للفرق ما بين الرجل والمرأة للأسف أن المرأة كثير بغريها الباكينج كيف مغلف ويكون من براندينج أنه من مركة معينة هذا كمان بالنسبة لها مكلف لأنه هي بدها تفرج قدام العالم لأنها بدها بلبس مركات عالمية أو بيبهرها الشكل أما بالنسبة للرجل لا ما بيهموا هذا الإبهار فبقولها بليز انتبهي بالنسبة للماركة وبالنسبة للبراندينج وما تنتبهي للباقع لما بيقولك يا هذا كتير حول عليك مدام لأنه هو عم بلعب على نفسيتك أنك تشتري هذا المونتج أما بالنسبة للرجل ما بتطلع على أنه إشي الباقع بسرعة بيقوله حلو بيكون هو محتاجها للإطعاء لأنه هيك بقولي بليز انتبهي عزيزة المرأة أنت مستهدفة بنسبة أكبر من الرجل لأنك أنت بهمك تكون حلوة جذابة لابسة أحلى لباس الكل بدي يطلع عليك وللأسف في بعض السيدات بتعتبر روحها للتصوق هو نزها لمدة يوم كامل فهي بتغير وقت وممكن تشتري إشي ما بديها بس عجبها أو لونه عجبه وبيهمها رأي صحباتها لأنه بتروح مع صحباتها أما الرجل بروح لحاله بسرعة لأنه عنده هدف عنده مهمة يشتريها للإطعاء ويرجع فأنت مستهدفة أكتر من الرجل وممكن تروح لغرفة الغيار وتأخذ كل الألوان وتلبس وتقيس وتأخذ أكتر من إطعاء وتروح على البيت تقيسهم وتشوف ما عجبها وترجع كتاني يوم برده بتروح على السوق وبترجع بتتسوق عشان تبدل الإياسة وتبدل اللون عشان هيك بقول بليز عزيزة المرأة انتبهي أنت أكتر مستهدفة من الرجل بهذا الموضوع وبنفس الوقت ما تروحي لفترات طويلة حدد الوقت اللي بتروحي حدد الميزانية اللي بدك إياها حددي الأشي المهم اللي بدك تشتريه لأنه أنت عم بتضوعي وقت أكتر من الرجل وممكن تستهدف بتشتري الشغلات وبس تروحي أنت ما بتحتاجيها شكرا جزيلا سيدة نسرين دكتور جميل يعني جل النصائح كانت موجهة إلى المرأة بشكل خاص للتوعية بخصوص موضوع الشراء نصائح أخيرة عامة نختم بها اللقاء معك دكتور جميل حقيقة أنا بدي أحكي أنه هذا القرن اللي احنا بنعيشه هو قرن الدماغ وبالتالي أصبح من السهولة بمكان أن يصلوا إلى نمط وإلى أمواج وإلى طريقة عمل دماغ الإنسان وبالتالي أصبحت عملية التحكم الداخلي تقيت تكون محدودة يعني يمكن الأخت حكت له أنا الإشي اللي محتاجه فقط أنا أشتريه أتمنى أن يكون ذلك لكن شركات الإعلان تتحكم في كثير من المنتجات الاهتمام بالفروق الفردية وبالتالي هم يعرفوا بالضبط ماذا يحتاج وماذا يحب ما هي اللايكات الحقيقية التي تستطيع أن تجذب هذا المستهلك ومن خلالها هم يستطيعوا أن يمرروا ما يشاءون لكن هذا لا يعني أن شركات المنتجات كلها سيئة لا لا الاهتمام بالفروق الفردية يزيد من الشراء يعني مثلا أتذكر في تسعينيات القرن الماضي مثلا السيارات مثلا سيارة زي المرسيدس كانت سيارة أو نوعين الآن لا مثلا شركة مرسيدس تطرح أكثر من 350 نوع من السيارات لماذا هذا الطرح ولماذا هذا الاهتمام هو أيضا يقدم وحلول فردية لجميع فئات المجتمع وبالتالي هذه قيمة عالية لا نستطيع أن ننكرها في المنتجين هم يهتمون بالمستهلك وبالتالي هذا الاهتمام يقابله يعني انفاق كثير من الفلوس وبالتالي يحتاج الأمر نوع من الموازنة والهروب من العقل اللا واعي والترشيد نعم والترشيد أيضا بهذه النصائح ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم من ساعة صباح أشكر الاستشارية أو استشارية العلاقات الاجتماعية الأستاذة نسرين خوري كانت معنا من عمان عبر الإنترنت والشكر موصول لضيفنا في الاستوديو الدكتور جميل البابلي أخصائي الإرشاد النفسي شكرا جزيلا لك دكتور جميل نشكركم أيضا مشاهدين لطيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة